لنقاش الموضوع ينضم علينا من لندن سيد وجدان عفراوي المخل السياسي سيد وجدان بتصورك ما الذي دفع الطرفين الأمريكي والإيراني باتجاه هذه الحادثة هل حاولت الطائرة الإيرانية تجاوز بعض الخطوط في الأجواء السورية والاقتراب ربما من بعض هذه المناطق التي تثير التحركات فيها قلقا كبيرا للولايات المتحدة لسيما هذا المثلث الحدودي بين الأردن والعراق وسوريا مساء الخير لك ولمشاهديك الكرام أولا لا ننسى أن هذه الطائرة طائرة ماهان هي ضمن الطائرات التي تحت العقوبات الأمريكية وتصنف بالدعم للإرهاب وكما أشرت في تغريركم هي تقوم بنغل السلاح وأيضا نغل العسكريين إلى سوريا ولبنان ومناطق أخرى اقتراب هذه الطائرة من جنوب قرب لندن حيث جرؤ جنوب قرب سوريا حيث قاعدت التنف الأمريكية هذا ما دفع المقاتلات الأمريكية أن تقوم بتحذير هذه الطائرة للابتعاد عن هذه المنطقة لكن ردت الفعل الطيار الإيراني أو ارتباك الطيار للطائرة هو ما أدى إلى هذا الحادث كانت هناك المسافة ما بين المقاتلات الأمريكية والطائرة الإيرانية هي على مسافات آمنة وهناك أي دولة حتى روسيا لم تعترض على هذا الاعتراض لأن كانت المسافة مسافات آمنة لكن الطيار لم يبلغ الركاب الذين لم يشدوا أحزمة الأمان فالهبوط المفاجئ لحوالي 14 ألف قدم هو ما أدى إلى ذلك الأصابات وهذا الخطأ يعود للطيار لم تكن هناك أي تهديدات من قبل ولا انذار من قبل المقاتلات الأمريكية للطائرة الإيرانية لكن كما يبدو هناك علامة الطائرة ضباط لبنانيين وإيرانيين لذلك كان يتقوم قائد الطائرة أو كان يظن بأنه كانت هناك محاولة لإجبار الطائرة للنزول في مناطق تحت سيطرة القوات الأمريكية بعد هذه الحادثة لافتة سيد وجدان في الأجواء السورية بتصورك ما دلالة أن تخاول طهران الرد على ما جرى أو التعاطي معه من خلال ما تقول أنها مسارات قانونية ودولية أولا لا ننسى أن شركة ماهانبي والحرص الثوري هم تحت العقوبات الأمريكية واستخدام هذه الطائرات للرحلات المدنية هو يعرض المدنيين إلى الخطر فإيران هي التي ستكون تحت المسائلة وليس القوات الأمريكية لكن ما تقوم به إيران حاليا هو فقط للدعاية الإعلامية لا قيل لأن إيران تعرف تماما هي سوف لن تربح هذه القضية شركة ماهان هي تحت العقوبات تصرف الطيار كان هو تصرف غير صحيح فلذلك لا تمتلك إيران أي أدلة لكي تحكم الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذا الأنظار التي وجهتها المغاتلات الأمريكية شكرا جزيلا لك ضيفنا من لندن المحلل السياسي وجدان عفراوي ترجمة نانسي قنقر